خلينا في البداية الأم شو دور الأم المسيحية؟ شكراً كتير على هالسؤال بالأم الحقيقة الأم هي أغلى شيء بالحياة صح الأم هي مصدر الحياة هي المصدر هي اللي بتهتم هي اللي بتربي هي اللي بتعتني هي اللي هي بالواجهة هيدا الأم وبهيدا المناسبة أنا فقت أمي من سن ونص تقريباً كان كتير شيء صعب طبعاً لكن اللي بيعزي هو إنه بالسماء مع الرب يسوع هيدا اللي بيعزي وأنا رح شوفها هيدا الرجاء المباركة اللي المسيحة عطينا إيه إنه سنلتقي لكن ما بفقدها أكيد الأم ما بتتعوض ولا بأي شيء ولا بأي إنسان ولا بالأولاد ولا بالزوج الأم غالية جداً جداً فدور الأم دور عظيم أهم شيء وأول شيء هو الأم هي بتربي وهيدا شيء كتير كبير هي كلمة صغيرة لكن فيها معاني كتير وفيها مسؤوليات فيها سنين فيها ليالي فيها تحديات مية بالمية مية بالمية بقول مثل ما بيربع جسم لايفنا جسم وهيدا حقيقة الأم بتربي وتربي ولادها وهي بتفنم مثل الشمعة دائماً بمثلوها مثل الشمعة حقيقةً لأنه بتحط كل شيء عندها طبعاً هيدا الأم الصالحة ومثل ما ذكرت بالمقدمة أنه فيه أمهات مش أمهات للأسف لكن رب يساعدنا حتى نكون أمهات صالحات أمهات نعطي بدون حدود وهيدا اللي بتعمله الأم بتضحي بدون حدود وانت بتحكي يعني بعد إذنك أخت إليان العالم عم بمر في ظروف صعبة جداً انهيار اقتصادي وخطر من كل النواحي حروب يعني في الدول يعني شفناها في العراق في السوريا في السودان في ليبيا إلى آخر فيش بلد إلا الضررة وبعتقد أكثر الصعوبة اللي بتواجهها هي الأم والحرب الأخيرة بين روسيا وبين أوكرانيا وعم بتفرج أنه كيف الرجال في أوكرانيا لازم يضلوا حتى يحاربوا ويدافعوا عن الوطن وأنه تركت كل المسؤولية للأمهات وتشوفي كيف الأمهات حاملين الأطفال الأولاد وهربين للدول المجاورة في ظروف صعب جداً تلج وبرد بدون مقوى بدون مأكل وطبعاً في مساعدات عم تصل ولكن مهما كان يعني صعب ظرف الأم ولسيما في فترة الحرب صحيح اللي عم تقوله أصعب شي بهذه الفترة ونحن كمان باللبنان ما رأنا بفترة حرب والأمهات مطلوب منهم يعملوا كل شي هلأ بهيك وضع مطلوب منهم ياخدوا الدورين دور الأم ودور الأب وهن مش بس يكونوا يهتموا بالعيلة لكن عم بيعيلوا العيلة لحد ما لو في مساعدات قدين المساعدات بدون تغطي لكن دور الأم دور رائد دور صعب دور في تطحية في عطاء متواصل ليل نهار الأمهات ما بيوقف عطاء عطاء متواصل فحقيقة نحن نصلي لهذه الأمهات التي تهجروا من بلدهم لبلدين ربنا يكون معهم يقف حدهم يساعدهم نحن رأينا هون قديش يجا ناس يتهجروا لنا لكندا وقديش يتهجروا على غير بلدي في الحرب السورية والعراقية حقيقة شي ببك الحروب هي عمل الشيطان بالنهاية ذاك كان قتال للناس منذ البدء هاي شغلته لكن الأم هي بتوقف بتوقف هي بالثغر بهك بهك موقع ما في غير الأم تقدر توقف فربنا يعطي نعمة كبيرة لكل الأميات صلواتنا معكم قلوبنا معكم حقيقة اللي عم بصير شي مخزي لكن نحن منصلي لكل الأم لكل الأم هلأ عم بتعاني لكل الأم موجودة هلأ بوضع صعب من إلا ربنا معك كلنا عم نصلي لكم ما تفتكروا أنتوا لحالكم كلنا ما رأنا بهذه الظروف لكن نحن معكم بالصلاة والدعم رب يساعدنا حتى نقدر حقيقة ندعم من كل النواحي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر